قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى الله يرحم كل واحد ببيع ويتسامح مع الناس يعني الأطعى حقها سبعة آلاف وخمسمية الزلم يطلع لك سبعة آلاف وباين هالسبعة آلاف عم يطالعهم يا حرام على قدم وضاببهم وطاويهم ومجعلكهم بتحسوا واحدة واحدة عم يسحبون يعني كأنه عم يطلعوا مع روحهم وطلعوا بس سبعة آلاف يا أخي ما طلعوا فيه الخمسمية خير إن شاء الله يلا حميل أخي عجبتك خده الله معك الله يرحم كل واحد بيتسامح بالبيع والله يرحم كل واحد بيتسامح بالشراء كمان فيه واحد بيفوت لعند محل بده يخنقه يعني بده يخنقه حق القطع قديش؟ بيقول له سبعة وثلاثين ألف بيقول له بتبيعه بسبعة آلاف وخمسمية يا لطيف يا رجل خاف يا رجل خاف مالله سبعة وثلاثين ألف ذك سابعة آلاف وخمسمية خنقته للرجل قال ايه ايه هذا يربح كثير ما يربح كثير؟ تركه يا أخي عطي سبعة وثلاثين إذا أنت ما يسوره وخليه إلاك الله يبارك لك الله يهني خليه يفرح يفرح أنه ربح منك واحد صلح لك السيارة قال لك أخي طلع عليك ثمانين ألف لا خد أربعين خد خمسين يلا خمسة وخمسين والله العظيم ما عدد أعطي غيرهم هات هات بوسة من شواربك لك شو بوسة من شواربك خمسة وخمسين إدران رجول ثمانين ألف تركه تركه يفرح قال ربحان كثير خلني يربح يا رجل الله يرحم كل واحد سمح إذا باع وسمح إذا اشتره وسمح إذا قضى وسمح إذا اقتضى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلان قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبات نضح في وجهها الماء رش يعني قط صبيع رش ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبا نضحت في وجهه الماء خيلوا قديش حلوها العائلة هيك يوقفوا بيصلوا قيام ليل مع بعض والله حلوة قديش حلوها العائلة هيك بيعدوا بيذكروا الله مع بعض قديش حلوها العائلة بيعدوا هيك بيصلوا السنن أو يقرؤون القرآن الكريم مع بعضها الله يجعل بيوتنا بيوت إيمان ويا الشباب الذي يريد أن يتزوج يبحث عن وحدة يرحمه الله تعالى بها تكون من نفس مشروك نفس اتجاهك نفس سعيك أما إذا كانت في سعي مختلف أنت تقوم من الليل بالدعاء وها تقوم من الليل بالغناء الله يعين من ابتليا بزوجة هذا حالوة أو من ابتليا بزوج هذا حالوة كمان مرات بنت بتكون من أهل القرآن بيجي زوج أعوذ بالله من أهل العصيان هي تريد أن تطيع وهو يريد أن يعصي الله يرحم كل رجل يعين زوجته على الطاعة وكل امرأة تعين زوجها على الطاعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله والدا أعانى ولده على بره كيف الأب ساعد ولاده على البر إذا نشأهم تنشئة إيمانية كيف ساعد على البر إذا عدل بينهم إذا علمهم القرآن والسنة التعليم الغربي يعلمون يحطوا لأبوهم بمأوى العجزة أما تعليم القرآن والسنة يعلمك وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا فالله يرحم كل بيت هذا حاله في الأب والأولاد وفي الزوج والزوجة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر